وكأننا لسنا في جمهورية وكأننا لسنا في القرن الواحد وعشرين وكأننا لسنا في عالم القرية الواحدة وكأننا وكأننا وهذا اللي كنا دائما نقوله نقوله وكانهم المجرمين والبروباغندا نتاحهم الإجرامية يقول لك آه فلان وفلان وفلان يحبوا يدمروا الجيش رشاد يحبوا يدمروا الجيش أبدا الجيش جيشنا نحن نريد أن ننقذ الجيش من هذا الفساد ومن هذا الإجرام ومن هذه السجون ومن هذه الصراعات لأنها قد تتفجر وتصبح دبابات خارجة من المدينة الفلانية والمدينة الفلانية إذا بقي الوضع كما هو إذا لم ينتصر الشعب إذا لم تقم دولة مدنية إذا لم تقم دولة مدنية أو على الأقل ينتصر الشعب في أقرب فرصة ممكنة فهذا الكلام لما يسمعوه عسكر تاع الغرب والشرق والوسط ومنطقة القبائل والجنوب يقولوا إيه كما سمه هو شرقنات الجيش يصبح من الشرق وقال لك الآن 95% وفي المخطط حتى 2025 يصبح 100% احذروا هذه إخوان احذروا ستكون كارثة على البلاد كارثة على الجيش كارثة على الشعب يجب كنا قلناها والناس اللي يتذكرونها قلناها قلنا هناك ثلاث وحدات يجب أن تكون وحدة الشعب وحدة البلد بجغرافيته ووحدة الجيش ثلاث أشياء ثلاث وحدات روازينيهم اللي ما لازمش نلعبوا بهم وما لازمش تحت أي ظرف تحت أي ضغط تحت أي اعتبار الناس تتلاعب بهذه الأشياء الثلاثة وحدة الشعب وحدة البلد والدولة الوطن ووحدة الجيش وكيف يقول الجيش تبعاً له الأجهزة الأخرى يعني الأجهزة المسلح أساساً أساساً